توكلت على الله وإن شاء الله النهاردة نعمل كيكة الدرة بدون بيت طريقتها سهل وبسيطة هو اقتصادية كمان تنفع صيامي لو شلنا حاجة معينة منها أقول لكم عليها أثناء ما احنا بنشتغل حلوة قوي لمرض السكر وكمان للناس اللي بتعمل ضايت ونفسها تكل حاجة مسكرة على بركة الله بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قيل وصحبي أجمعين اللهم إني تبرقت من حولي وقوتي ولتجأت إلى حولك وقوتي كياد القوة المدين بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقدير معنا معايا معلقتين كبار من الزيت أو السمنة اتنين معلقة كبيرة عصر أبيض نص كباية من جوز الهند المبشور النعم كباية دقيق دورة أصفر رشة ملح معلقة صغيرة من الخل معلقة صغيرة من البيكنج بودر رشة صغيرة من الفانيليا وكمان كباية من اللبن ممكن أستخدم كباية وربع على حسب القوام هنشوفه مع بعض ممكن أستبدل اللبن بعصير برتقال ولو مش متغفر عن دقوة العصير ولا لبن خلاص استخدمي المياه عادي جدا هتبقى حلوة إن شاء الله معيك نقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله ونجيب البولة بتاعتنا ونبدأ نشوف الطريقة إزاي هحط كده في البولة معلقتين كبار من العسل الأبيض اللي هو عسل النحل ممكن تستبدليهم بسكر الضيت لو تحب يعني تمام كده هنحط معلقتين كبار من العسل زي ما احنا قلنا وأنا هنا مش هستخدم زيت أنا هستخدم سمنة بلدي أنا عايزاها صحية لأقصى درجة فأنا هستخدم كده معلقتين كبار من السمن البلدي زي ما قلتلك ممكن تستبدليهم بأي نوع زيت نباتي زيت كوزهند زيت دورة زيت دور الشمس اللي رياحك المتغفر عندك يعني ما تعطرش نفسك هقلبهم كده مع بعض زي ما انت شايفين وبعد كده أنا بس محتاجة أدخل فيهم شوية هوا فأنا أمزبهم كده مع بعض شوية يبقى الخليط كريمي إلى حد الماء نقول بسم الله وننزل بجوز الهند الجوز الهند بتاعي مبشور ناعم جدا تمام وبعدين هنزل بكوباية دي ايه الدورة دي الدورة اللي أنا استخدمته لونه أصفر لو متوفر عندك اللون الأبيض ما فيش أي مشكلة خالص المتوفر يعني اشتغلي بيه ما فيش حاجة تعطى لك تمام كده دلوقت هنزل برشة ملح صغيرة رشة الملح دي بتعزز الطعم وبتظهره وبتخلي النكهة بتاعة الحاجة المسكرة ظاهرة ما شاء الله وبتبقى حلوة جدا ودلوقت هنزل بمعلقة كبيرة من الخل والخل هنا هيغالي الكيكة هشة وكمان هيساعد البيكنج بودر إنه هو يقوم بشغله صح يعني هو اللي هيفوألك البيكنج بودر كده ويددوله نشاطه القوة إنه هو بسم الله وننزل بكوباية اللبن الحليب الدفية طيب أنا ما عنديش لبن زي ما قلنا في الأول ممكن نستخدم مكانها عصير برطوان بيورو بيبقى تحفة ميبقى ملوش حل بجد يعني طيب أنا مش عايز عصير برطوان مش متوفرة عندي يا سندس مش أي مشكلة يا جماعة نستخدم ميا ودلوقت هنزل بالبيكنج بودر الفانيليا دي أنا استخدمتها عشان الريحة مش أكتر عايز أقول لكم الفانيليا البرطوان دي حكاية طيب أنا لو هعمل بعصير البرطوان هستخدم بدل الفانيليا دي بشر برطوان خلاص كده إحنا كده بنقول الأساسيات وبنقول البدايل بتاعتها كمان هقلف اتجاه واحد بالشكل اللي انتم شايفينه ده وفي الأسناء دي أنا شغلت الفرن على درجة حرارة متين علشان تسخن قوي لقيت الكمية معايا سيلة شوية ضفت حوالي معلقة كبيرة مليانة من دقيق الدرة وهرجع أقلب ثاني أنا محتاجة القوام بتاعي يبقى له خفيف ولا هو تقيل حاجة في النص كده جبت الثانية مقاس عشرين وده هنتهى بالسمن البلدي برضو زي ما انتم شايفين كده وهبدأ أقول بسم الله وأصب فيها خليط الكيك اللي احنا لسه عاملينه خلاص يبقى احنا كده قلنا لو مش هتستخدمي زيت هتستخدمي مكانه أي نوع سمنة موجودة عندك مش عايزة لبن هستخدم مكانها عصير برطوان ولكن في الحالة دي مع عصير برطوان أنا هستخدم بدل الفانيليا بشر برطوان هستخدم اللبن هستخدم معاه رشة من الفانيليا خلاص مش عايزة ولا لبن ولا عايزة عصير برطوان هستخدم مية تمام؟ عسل نحلة مش عايزة خلاص هحط مكانه سكر دايت بس كده يعني الموضوع سهل جدا وبسيط أهو هاخدها بقى دلوقتي على الفرن درجة حرارة مية وتمانين وهسيبها خالص لحد ما لاقيها كلها احمرت من الجناب لو الفرن بتاعك خليها احمرت فوق وتحت مرة واحدة خير وبركة لقيتها ما احمرتش من فوق ونشفت وحمرت قوي من تحت اطفي نبو تجازو شغال الشواية عليها ما بتاخدش وقت خالص وبتحمر وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفين والجميل دا بنت اللحة وتقطعيها بقى تغطيها الأول بس عشر دقيقة كده عشان تهدى وتحتفظ برطوبة بتاعتها وبعد كده تاكليها بالفهنة وشفة مع كباية لبن مع كباية عصير مع كباية نسكافيه شاي زي الفل طيب انا مش عايزها تبقى شوية يابسة كده اعمل ايه ممكن تجيبي كباية مية دا فيها تحط عليها برضو مع لقتين كبار من العسل النحل والدوبيهم كويس جدا جدا وتسقيها به اول ما بتطلع يعني هتبقى معيكي اشبه للبسموسة لو انت بتحب الحاجة المسكرة قوي يعني ممكن تعمل الحركة زي ولكن انا كده بالنسبة لي كانت ممتازة سكرها معتدل ومصبوط قوي كمان ممكن لو عندك مربة دايت ممكن تدهني الوش بتاعها بمربة دايت وترشي على الوش كده شوية جوزهند شوية سوداني شوية مكسرات الموضوع لزيز جدا ومرين جدا جدا العبي فيه براحتك وزي ما انت عايزة لديتك الاساسيات وكمال انت بقى وجود زي زي ما انت حابة يارب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وسبسكرايب للقناة فضلا وليس امرا استودعكم الله لازل تضيع ودائعوا اسبكم في رعاية الله وامنه نختم بالصرع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام والباقية الصالحات اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ايل وصحبي اجمعين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك استودعكم الله واسبكم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة